مدى انت ما عشان كده فيه فشل بقيت ان هو يشوف انه دي ممثلة ناس بتحبها فيوحلها انه انت فوزيعة انا معجب بيكي وبعدين عايز اقعدها في البيت يروح لسالة البنوتة مش محجبة بعدين عايز يحجبها او العكس الحاجة يا سارة اللي بتجي غصب عمرها ما بتكمل وعمرها ما بتبقى حقيقية وهتكرهي عشتك وهتكرهي حياتك لانك كل شوية بتكتشف الانسان اللي كان الاول بيقولك انا هساعدك وانا هعمل وهاقف جنبك وانتي 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 وبعدين يجي يتغير والكلام كله يتبدل انتي هتكرهيه هيحصل عندك حالة من عدم السكر وعدم امان وبعدين هيبقى بالنسبة لك انت اصلا كدبه منافق فهينزل من حتة هيكات عالية قوي لحتة محدش حاول غير هتبتدي المشاكل وهيبتدي حاجات كتير قوي وحشة هتفشل العلاقة فانا ضد ان الرجل يحاول يغير ست ما تحاولش عايز تغيرها اتفقوا من قبل الجواز تكلموا في الموضوع ده ويشوف هي عندها القابلية ده او لقها فاهمة قبل ما تخش حياتك وضم الله حياتها بعد كده صغر الجالة بيعملوا كده بيعايزين يدخل للست فبيعظم وخلي بالك وفي ستات كمان بتحاول تغير برضو خلي بالك هي مش مرتبطة براجل هي راجل وست او نحن نقول محدش غير حد محدش غير حد اللي عايز يتغير هو هيغير نفسه محدش هيتغير انت حبيتني كده انا باكتش كده كل على بعض صدقيني اي تغيير بيحصل لأي انسان علشان خاطر حد مش هيدوم وهيرجع كده اسوأ من الاول فاهمة اولا هستحمل قدي كم شهر ان انا بتغير عشانك وبعد كده شوف لك طيب انا عارفة ان انت عندك حساسية من السوشيال ميديا مؤخرا لماذا مين مدايقك يا ستاتي لا انا بصي انا مبحبش الغلط والناس بقى كلامها جارح قوي وتعليقات الناس بقى يعني انا النهاردة الصبح انا رديت على حد كان بيشتم في بلدي ورديت بممتاعي الادب والله العظيم يا سورة انا الصبح لقيت الشخص ده داخل بيدع على بنتي بيدعي طبعا الله يصامحه عارفة يعني ايه واحد يقولك اله تلاقي ببنتك كذا وكذا وكذا عارفة اللي هو ايه ده ايه ده فيه لا 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 ما تفهمش كلام ليه كل ده بس عشان انت بتقولي بلدي او تحيا مصر او 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 يا جماعة انا نفس اللي مش عاجبه مصر يطلع منها بصراحة حتى المصريين اللي مش عاجبه مصر يسيبها ويمشي لو فيه بلد تانية تستقبله يروح بس هو اللي فاشل هنا هيفشل في اي حتة تانية واللي مش راضي هنا مش هيرضى في حتة تانية اكيد طبعا فلا انا سوشال ميديا بالنسبة لي بصراحة يعني انا ممكن كمان شوية ممكن تلاقيني اختفت عن السوشال ميديا خالص لا يعني انا ممكن السوشال ميديا في يوم وليلا ابتعد عنها تماما فعلا بتتعرضي لو تعرضتي زي انتقاد كده بتردي عليه اوقات غصبا عنك بتردي لما حاجة تنس بنتك مش موضع مش بنتي انا بقولك بقول تحية مصر ومبروك والحاجات اللي هي فعلا ايو ايو بنين دي طاقة حلوة البعضين عما احنا كلنا اصلا تعبانين الناس كلها تعبانين يعني بتردي مش بتعملي بي اوقات اوقات برد طب لو في الحياة في الحياة ايه واجهتي حد وقل قدمه لا بصي يعني لو كنت جتيلي كم سنة ورا كنت اقولك او ماشي كنت ممكن عادي ممكن نضرب بعض في الشارع عادي جدا بس لا يعني بقيت اكبر دماغي بقيت اكبر دماغي طب هل حصل قبل كده تعرضتي اي نوع من الانواع دي او تحرش او تجاوزات او شارع او في الوسط اللي التنسة لا انا الحمد لا لا يعني بصي اصلا بنت بلد برضو انا يعني عارفة انا بحب الناس وبتعامل مع الناس كده يعني كان انا عارف بعض من سنين فالحيطة دي بتخلي الناس تحبك فبتبعد عنك شوية مشاكل وفهمها ما بتعملش حيطة الكرهية او ان انت اوه انا هعمل لها حاجة تقزيها لان الحمد لله لأ سؤالكم جدا فيه اي مبرر للخيانة اي مبرر للخيانة خيانة الراجل انسان ناقص ومريض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة